نهاردة مرتضى منصور بيخطق لكرسة بمعاونة وليد بخيت مدير شؤون العاملين أول المتأمرين على العمال الغلابة وعلى الموظفين الغلابة والموضوع أهدي القريحية يمكن يبكي تفاصيله بدأت من أسبوع وبالتحديد في الأول من شهر مايو عندما أخبر مرتضى منصور وليد بخيت وقال له عايز أسرح العمال والموظفين اللي في النادي أنا عايز كل إدارة وقضاع في النادي يبقى فيها عدد ثلاث أفراد بالكتير أنا انفردت بالكلام ده خلق من ست شهور ومرتضى شتمني وطرق شتمني وخالد الغندور شتمني وأنا مفيش عامل عيتصرح أهو أهو اللي اجتماعه أهو اللي أنا قلته من ست سبع شهور عايز يبقى في كل إدارة ثلاث عمال فقط أو ثلاث أفراد بالكتير وكمان يقبعه 50% من المرتبات والباية أجازة مفتوحة بدون مرتب تمهيدا لفصلهم ومحدش هيقدر يأمل لي حاجة في البلد رد الأخ وليد بخيت طيب ريس الكلام ده على كل إدارة النادي قال له لا ما عادة الإدارة التالية جاب وراء أو ألم وليد بخيت يكتب وراء الريس الإدارة التالية المحسوبيات قال له إدارة الماليات إدارة الاشتراكات الشؤون القانونية إدارة المتابعة قرارات مجلس الإدارة اللي بتتبحها إدارة المتابعة حنفي محمد حنفي واخوة واخوة محمد حنفي اللي أنا تكلمت مبرح من كتاب مرتضى منصور اللي قال ممدوع عباس دمر النادي عشان كان بيدي مرتبات في السنة 6 مليون جنيه ومرتضى يصلح النادي اللي بيدفع في الشهر 12 مليون جنيه مرتبات ويشرد الغلابة ممدوع عباس 10 سنين أعلى رقم مرتبات للعمالة في الزمالك والأمن 6 مليون جنيه 6 مليون جنيه في السنة في السنة مرتضى منصور وأنا بكلمك في الميزانية 8 مليون بالإضافة لبقى اللي عبات 11 مليون جنيه مرتبات شهريا شهريا إدارة متابعة قرارات مجلس الإدارة دول خليهم يا وليد اللي فيها محمد حنفي وأعوانه طبعا ده كله بدون قرار مجلس الإدارة وعشان هما شوف اللي بقيت لي بيقول ليه وعشان هما بيتابعوك يا كابتن عبد الناصر قال لك يا واللي هيسر بالكلام ده ولو سمعته من عبد الناصر زدان عمشي الناس اللي معاك يا وليد وعطلع قرار مجلس إدارة علشان الوجه وقعد ليه تم فيه علشان تأمن نفسك به وقررت مجلس الإدارة طبعا بتوبة من غير التواريخ ومفتوحة ومحمد حنفي بيعمل اللازم وسهل فيها الجسل واللازق وهكذا ولكن النهاردة العمال يا كابتن طارق يا يحيى عملوا حاجة للتاريخ عملوا حاجة للتاريخ عارف عمال الزملك عملوا إيه؟ أوريك دلوقتي كتبوا شكوى بخط إيدهم مكتوبة إيه؟ من العمال الغلابة إلى الله من العمال الغلابة إلى الله لأنهم كتبوا الرئيس الجمهورية ورئيس الأقومة والقوى العاملة والاتحاد عمال مصر وراحوا ما كتب العمل وراحوا الإقسام وراحوا وراحوا والنهاردة هزلتوا لعالم كله بالوراء لأزحالكم دلوقتي حصريا وانفرد معايا شكوى العبد الفقير إلى الله بخط إيد العامل الغلبان ممكن دي تنزل دموقت رئيحية؟ أقرهالكم يمكن دموقت رئيحية تنزل يمكن دموقت رئيحية تنزل أنا أقرهالكم وأعرضها عليكم وأعرضها عليكم ضلعتها بس لأن كانت عايق على التليفون الثاني ضلعتها بس يا ترى ممكن يبكي طريق إيحية لما يشوب بعنية ورأة مكتوبة لأول مرة ناس تتجمع قالك عليك تب الشكوى إلى الله والله العظيم يا جماعة حاجة تخلي جسمك أشعر ويخليك تبكي بس تبكي إيه لوجه الله مش تبكي عكا تنافق وتجامل بص حضرتك بص حضرتك والله العظيم الناس بعد تنهالي حتى نسيت أحولها بص أدها استغاسة إلى الله شكوى إلى الله بعتنهالي عكا أنا أرهالكم يمكن طريق إيحية يبكي أو ينزل دمعة هو خالد الغندور بص إنه في يوم الأحد الموافق 10-5-2020 ذهبنا إلى كل الأماكن لم نترك مكان يا رب لا رئاسة جمهورية ولا حكومة ولا وزارة عمل ولا اسم شرطة ولا مكتب عمل ولا وزارة شباب لنشتكي لنشتكي ظلم رئيس نادي الزمانك وطردنا من النادي وأطع لقمة عيشنا فوقهنا الشكوى إليك يحدث معنا في الأرض من مرتضى منصور ما تشيب له الولدان تعبنا من كل البشر وشكوانا إليك يا الله التوقيع عمال الزمانك الذين اشتكوا إلى كل البشر وليس أمامهم إلاك أهو أهو بص بص عمال الزمانك كانتين قربتها لك أهو عمال الزمانك الذين يشتكون الآن إلى الله أهو أهو يا رب تكونوا شايفينها أهو أهو ولتحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم والرسول قال لك فإذا أخذه مرة لا يفلته عارف النهاردة على يا كابتن طارئ إيه حصلين النهاردة يا كابتن طارئ النهاردة حصلية يا كابتن طارئ أقول لك النهاردة حصلية 12 موظف من موظفي نادي الزمانك اللي مفصولين عملوا محضر في قسم الشرطة ليتضموا المية وعشرة قبليهم والمحضر قيد برقم 37 و 31 لسنة 2020 العجوزة ضد رئيس نادي الزمانك مرتضى منصور لفصلهم فصل تعسوفي ومنعهم من دخول النادي لأداء عملهم وعدد سداد رواتبهم الشهرية والمحضر جاري عرضه عن نيابة ولكن الخوف إنه يوب زي وزي غيرهم ده ممكن يبكيكا كبتنطارئ ولا أنت عديم الإحساس مع الغلابة يعني أقصد عديم الإحساس مع الغلابة مش حسس بيهم مش حسس بيهم ده ميبككش ولا الكرنيب بتاع العضوية الشرفية زلزل ويدانك وحرك مشاعرك فبكيت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ودعوة المظلوم في المقابل مرتضى بيشري منح شرفيا لمحامي لدكتور الغلابة شايف التناقض ويقعد يسبه في ممدوء عباس بالأجر يعني بيشتوا ممدوء عباس بالأجر ويحاربوا ممدوء عباس بالأجر ممدوء عباس اللي مفيش حد عشر سنين ما أبطش في معاده وكان يوم يتأخر القبض يومين أو ثلاثة مرتضى منصور ده وهو بره يعمل مؤتمرات صحفية ويقول حق الناس فين يا ممدوح ولكن ممدوء عباس اللي كان الرجل بيتق الله كان عامل خط أحمر ولو منجبه الشخصي بص التويتة دية اتهز وقدان أي حد النهاردة كتبها الأستاذ ممدوء عباس اسمع وشوف التناقض مش أقول لك الخطيب اللي أبض العمال وأملهم حياتهم وبرافو يا خطيب ولا الكلام دا كم حاجة يقول لك أهلاوي وزملكاوي وبيحب الأهل ويكره الزملك والكلام بتاع الصبيان والعينة الصغيرة لا ممدوء عباس الزملكاوي شوف كتبه النهاردة النهاردة من ساعات كتبه على تويتر عيشت الكثير من المشاكل والمحن الاقتصادية والمالية على مدار 47 عاما عشتهم سواء كموظف أو شريك أو مالك في القطاع الخاص وأجد الكثير مما ينصحوني طوال فترة عمري التي دامت 47 سنة عمل في كل أزمة ينصحوني بتخفيض المرتبات أو تسريح جزء من الأمالة مثل ما يحدث في أي أزمة في العالم مع أي رجل أعمال كبير فهناك بعض الدول من أتاحت يعني صراحت لصاحب العمل أنه يخفض مرتباته إلى 40% ولكني رديت بقول واحد هذا لم يحدث مني قوال حياتي لقد واجهت من صعوبات وصلت في بعض الأحيان أنني لم أجد قوت يومي وكنت دائما مصر على أن أي موارد متاحة في يدي لابد أن توجه لخلق فرص عمل لفتح بيوت الناس الغلابة يا ربي أدعوك من كل قلبي ألا أكون من قاطع الأرزاق أو من مغلق البيوت وأستغفرك ربي وأتوب أليك على تويتر ممدوع عباس النهاردة بيكتبها لا غرض منها ولا هوا هؤلكم على مفاجأة أنت طبعا الناس كلها معجبة وأنا شايف أن الإعلان بتاع مستشفى الناس ده أفضل إعلان على الشاشة بتاع الأطفال الإعلان بتاع مستشفى الناس مستشفى الناس دي بنيها ممدوع عباس في شبرى الخيمة وقدمها هدية الأطفال مصر لعلاج القلوب والنهاردة ممدوع عباس بيقول لك مرت علي ظروف بشحت يعني ملاقيش قط يومي ومع ذلك ما تردتش عامل لأن مؤمن أن هؤلاء الغلابة ما معي ربنا أرسلوا لي وليهم اللي مرتضى قلع له كتب وقل له سارع أموال العمال الغلابة عشان كان ساعة يتأخر خمس أيام أو تلات أيام في المرتبات يمكن دي يبكي طريق يحيى يمكن يبكي يمكن يبكي ده والله العظيم كل يوم طب والله عندي فيديوهات ما عايز أطلع بها علشان أنا سهقت لأني أنا أنا أخاطب الزم الكوية الجدعان أنا أخاطب الزم الكوية الشرفاء لا أخاطب المعتوهين والموتورين والمرتشين والأفقين واللوغدين البلطقة وإلة الأدب واللسنة طويل مثلا أعلى اللي أخاطب سب الأمهات وشكوى الناس بالباطل مثلا أعلى أنا لا أخاطبهم أنا أخاطب الزم الكوية الجدعان القصلة الشرفاء اللي أنا أعرفهم وعرفهم بيسعدوا ازاي وبيصرفوا ازاي وبيبعتوا ازاي وبيقفوا جنب الغلبان ازاي وعشان كده رب نكرمهم ولكن ملتزمين منازلهم لانهم مش عايزين يقابهوا جبروت هذا الرجل صريط اللسان معهم اولاد ومعهم احفاد والعمل العام لا يستفيد منه احد فإن لي خليهم يهينوا نفسهم ويهينوا تاريخهم مش احنا دايما بنقول ياخي العمل العام ده تطوعي اللي خليك تتبهدل مدام انت ما تستفيدش منه هم يصنعون كذلك